خلينا نروح إلى وقفتنا الأولى من زوائل المراسلين وإلى واشنطن ومراسلتنا أكيد العلوم والابتكار هند إبراهيم يسعد صباحك هند أو مسائك المتأخر وهناك دراسة غريبة يمكن أن ترفع من معنويات الأباء في تربية الأطفال وهي تحيي الأدمغة ما هي تفاصيلها صباح الخير ريم أكبر دراسة على الإطلاق تخص كيفية يتعامل دماغ الأباء مع الأبناء وجدت أن تلافيف الدماغ عند الأباء تتغير وأنه تزداد نشاطا في مراحل متأخرة من العمر طبعا الدراسة تشمل الأب والأم مما يعني أن هذا التغيير ليس له علاقة بالبيولوجيا ولا علاقة بالحمل وفقا لإدوانا أورتشارد وهي من جامعة ييل المشاركة في هذه الدراسة التي قام عليها يوكي بايوبينك وبتجربة التصوير الرانين المغناطيسي على أكثر من أربعين ألف شخص وجدوا أيضا أنه كلما ازداد عدد الأطفال ازداد النشاط والاتصالات في منطقة بالدماغ المسؤولة عن الحركة والإحساس وهذا يعني أنه بمرور الوقت وعندما يكون الأباء في أعمار كبيرة تكون أدماغتهم أكثر نشاطا من اللي لم يقوموا برعاية الأطفال طبعا الخبراء يعتقدون أن السبب أنه عندما تقوم برعاية الأطفال فإن الدماغ يتحفز ويزرق مجموعة مختلفة من الهرمونات وجميعها تساعد في الحفاظ على الذاكرة وتنشيط هذه المناطق في الدماغ يعني ضد من ما نقول في الزواج أو في العائلة الأب وجزء لا يتجزم من التربية ويجب أنه يكون جزء مهم أيضا في تربية الأبناء وهذا الشيء كمانا بينعكس عليه بشكل إيجابي أيضا أنه موضوع الآخر شباب يشيخونه بشكل أسرع ما هي التفاصيل؟ ريم هذا الموضوع محير الجمعية الأمريكية للسرطان وجدت أنه إصابة الإصابة السرطان القالون لدى الشباب بنسبة 1 إلى 2 بالمئة سنويا من عام 95 وإلى الآن ولمحاولة طبعا فهم الموضوع يمول المعهد الأمريكي للسرطان برنامج يعني يقوم بخبراء من جامعة هارفورد وواشنطن وبالتعاون مع دول أخرى وجدوا أنه عند فحص أكثر من 150 ألف عينة للعمر البيولوجي وهو العمر الأعضاء الداخلية وليس العمر الفعلي وجدوا أن الشباب الذين يصابون بالسرطان يتقدمون بالعمر بشكل أسرع من أقرانهم بنفس العمر العلماء لا يعرفون السبب طبعا والمحير أكثر أنه الذين ولدوا بعد عام 65 هم عرطة للسرطان بنسبة أعلى من الذين ولدوا في خمسينيات القرن الماضي بنسبة 17% طبعا أنواع السرطان مختلفة والاحتمال الإصابة تزداد من شخص إلى آخر وطبعا الذين ولدوا بعد عام 65 فمثلا الإصابة بمرض سرطان الرئى يتجاوز الـ 40% في حين الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي قد يتجاوز الـ 25% لدى الشباب العلماء لا يعرفون إلى حد الآن الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى هذا التسارع بالعمر طبعا العمر البيولوجي وفق للخبراء يتأثر كثيرا بالضغوطات سواء النفسية أو الجهد الجسدي لكنه عادة ما يعني يستعيد عافيته بعد انتهاء المدة التي نتعرض فيها للطغط يعني اتهاء للأسباب واضحة الأكل كله صار ماهو حقيقي والتلوث اللي بنعيشه والإشعاعات والعالم هذا الكبير اللي أصبح مكان غير آمن للإنسان هند شكرا لك على هذه القصصة وشكرا اللي وجودك معنا في هذا الصباح ترجمة نانسي قنقر